مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة الابتدائي درسنا اليوم Unit 4 Lesson 2 اليونت الرابع الدرس الثاني My Progress تقدمي موجود في صفحة 55 من كتاب الطالب صفحة 53 من كتاب النشاط قبل ما أبدو بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة الابتدائي صفحة 55 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة My Progress تقدمي وكذلك مكتوب جانبها Revision مراجعة مثل ما وضحنا بالدرس السابق أن اليونت الرابع اعتبر يونت مراجعة مراجعة شاملة للوحدات السابقة اللي أخذناها الوحدة الأولى اليونت الأول واليونت الثاني واليونت الثالث لذلك المعلومات اللي بيه معلومات جدا مهمة تفيدني بالامتحان نصف السنة سواء كان امتحان الشفوي من نصف السنة أو الامتحان التحريري بأسفلها كاتب لي complete the sentences أكمل الجمل التالية منطيني مجموعة من الصفات ومجموعة من الجمل اللي بيها فراغات أكمل هذه الفراغات بيها الصفات المناسبة فرح نقرأ الجمل نوضح مفرداتها ونشوف شن اللي ناسبه من ذن الصفات number one أولا Iraq is a forag country العراق بلد فراغ شن الكلمة المناسبة للفراغ long طويل غير مناسبة high مرتفع غير مناسبة dry جاف كذلك غير مناسبة big كبير Iraq is a big country العراق بلد كبير نعم العراق بلد كبير هذا أكثر صفة مناسبة للفراغ number two ثانية the euphrates is a forag river الفرات هو نهر فراغ شن الكلمة المناسبة للفراغ كذلك أدور بالصفات long طويل احنا عرفنا أن ال river نعاسبها الصفة long long river معناها نهر طويل الفرات نهر طويل number three ثالثا a city is forag than a village المدينة فراغ من القرية شن الكلمة المناسبة للفراغ long استخدمناها high مرتفع غير مناسبة dry جاف غير مناسبة big كبير استخدمناها bigger أكبر المدينة أكبر من القرية هذه أكثر صفة مناسبة لذلك أقول bigger احنا عرفنا أن نريد أن نقارن بين شيئين اسمين شخصين نستخدم صفة المقارنة اللي بيها er فهنا نقارن اللي بين المدينة والقرية number four رابعا a desert is a very forag place الصحراء هو مكان فراغ جدا شن الكلمة المناسبة للفراغ احنا عرفنا صفات المواقع الجغرافية أن الصحراء تعتبر dry جافة الصحراء يعتبر مكان جاف جدا هذا ما يخص هذا النشاط هذه الفراغات فراغات جدا مهمة بالامتحان التحريري من الممكن أن يجيب ليها بالامتحان يجيب لي أحد ذن الجمل أو من الممكن كل الجمل ويكتب ذن الصفات بأعلى السؤال يقول لك أسقط الصفات بالفراغات المناسبة فحاول أحفظ كل جملة شن الصفة المناسبة لها ننتقل للنشاط الآخر listen and practice استمع وتحدث هنا محادثة بين تلاميذ اثنين يراجعون بالمواضيع السابقة فمثلا إذا تذكرون هذه الجملة أو هذا السؤال can I help you هل يمكنني أن أساعدك من يقولها يقولها صاحب المحل إذا إجاء زبون مثلا يقول لك can I help you هل يمكنني أن أساعدك فهنا الزبون يسأل يقول لها how much are the cakes كم سعر هذه الكيكات إجابة صاحب المحل 200 IQD each 200 دينار عراقي لكل واحدة فهنا الزبون إذا أراد يطلب يقول can I have two please هل يمكنني أن أحظى باثنين من هذه القطع الكيك رجاء صاحب المحل يجاوب يقول له yes here you are نعم تفضل هذا ما يخص هذا النشاط مجرد نشاط صفي يتحدثون تلاميذ اثنين يستخدمون ذن الجملة على الموضع يكونون محادثة شخص يسأل وشخص يجاوب أو قد يسوي نشاط على الشكل المسرحية تلميذ ياخذ دور البائع يضع مجموعة من الأشياء اللي ممكن يبيعها يجي تلميذ آخر فهنانا التلميذ الأول البائع يقول له can I help you هل يمكنني أن نساعدك التلميذ الآخر اللي هو جاي يشتري يقول له how much are the cakes مثلا كم سعر هذه الكيكات إجابة هاي سعرها هل قد وهكذا إذن هذا مجرد نشاط لتطوير مهارة التحدث لدى التلاميذ ننتقل إلى النشاط الآخر look and write the answers انظر واكتب الأجوبة منطيني أشهر السنة اللي أخذناها نبدأه السابقة January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December وضحنا بدوره السابقة أن أشهر السنة يجب أن أحفظهن كمعاني وكأملاء وأحفظهن بالتسلسل وأعرف أن الحرف الأول من أدهن يجب أن يكون كبير أينما وجد في الجملة أخذناها بملاحظات سابقة بعد ما نظرت الأشهر السنة هذه أجاء أحل الأسئلة المتعلقة بيها هاي الأسئلة أسئلة شفوية جدا مهمة بالامتحان الشفو والمتعلق بنصف السنة لذلك أحاول أحفظها نمبر وان أولا الأستاذ قد يسأل بداخل الصف أو بالامتحان الشفو المتعلق بنصف السنة يقول له كم عدد الأشهر في السنة فهنا للتلميذ يجب أن يحفظ هذا السؤال ويحفظ الجواب مالتا كم عدد الأشهر السنة نحن نعرف أن السنة بيها 12 شهرا فأقول 12 شهرا نمبر وثانيا ما الشهر الذي يأتي بعد شهر ماي هذا شهر ماي الشهر اللي يجي بعده هو شهر جون إذن أقول جون أو قدر استاذي غير السؤال يقول له مثلا ما الشهر الذي يأتي بعد مارش يقول له مثلا التلميذ أبريل إذن after معناها بعد نحاول نحفظ هذه الكلمة ونتدرب على هذا السؤال نمبر ثري ثالثا ما الشهر الذي يأتي قبل سبتمبر هذا سبتمبر اللي يجي قبله هو شهر أوغست فيقول له أوغست أو قد يغيره يقول له ما الشهر الذي يأتي قبل مي التلميذ يجي من يعرف يقول له مثلا أبريل شهر أبريل هذا ما يخص هذا النشاط لأنه ليس له أسئلة شفوية جدا مهمة بالامتحان الشفوية المتعلق بنصف السنة نحاول نكتمهم بالدفتر ونحفظهم ننتقل إلى كتاب النشاط what do you know test yourself ما الذي تعرفه اختبر نفسك فمثلا بالنقطة الأولى منطيني write the missing words اكتب الكلمات الناقصة dear sam عزيزي sam احنا نعرف أن هذا هو شكل الإيميل يبدأ dear عزيزي زادا اسم الشخص اللي دازي لرسالة وبالأخير نكتب اسمنا إذن منطيني إيميل ببعض الكلمات الناقصة يجب أن أكملها أكملها بشنو هنا رح يختبر فهمي للدروس السابقة بدأ السابق خذنا مجموعة من الأسئلة وحليناها بدون ما نرجع إلى كتاب الطالب أو نراجع المواضيع اللي قبلها لأن حافظين ومتهيئين للدرس أما بهذا الدرس فهنا يقول لي حاول أن تختبر نفسك وتذكر الأشياء اللي أخذناها بالوحدات السابقة فمثلا يقول لي it is saturday إنه يوم السبت I went to the playground ذهبت إلى ساحة اللعب first أولا I climbed فراغ ذلادة تسلقت فراغ الدرج شنو الكلمة المناسبة للفراغ شنو حرف الجر اللي ناسب الفعل climb climb يتسلق نعرف باليونت الأول لدرس الأول إن الفعل climb يتسلق يناسب حرف الجر up climbed up تسلقت لأعلى الدرج and then وبعدها I went فراغ the slide ذهبت وانت هي الماضي ما القو الغوش كان يأخذ كان يأخذ down go down الماضي ما تتوين ذهبت went down the slide ذهبت أسفل الزحليقة يعني تزلقت للأسفل after that بعد ذلك I played with my friends لعبت مع أصدقائي and we crawled وزحفنا فراغ the tunnel فراغ النفق شنو الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة through crawled through the tunnel زحفته من خلال النفق then we had running race بعدها حظينا بسباب ركض I was first كنت الأول I am good at running it was fun أنا جيد في الركض إنه أمر ممتع عادل هذا الإيميل كاتب عادل هذا مجرد نشاط صفي أكمل الفراغات بأحرف الجر المناسبة هنا نخلينا راجع الأفعال والحروف الجر المناسبة لها اللي خذناها بالليونت الأول للدرس الأول number two ثانيا put the words in order ضع هذه كلمات بالترتيب إذن ذن جملة مباثرة يطلب من عندي نرتبها don't forget the full stops لا تنسى النقطة نهاية كل جملة من ذن الجملة النقطة فرح نحاول نرتب ذن الجملة المباثرة ونوضع بنهايتها نقطة فهنا نمنطيني the swing not do stand و on جملة مباثرة شن اللي أقدر أطلعها من هاي الجملة إذا تذكرون بالليونت الأول الملاحظات اللي ينطوها للتلاميذ أثناء اللعب بساحة اللعب شي يقولون يقولون do not stand on the swing لا تقف على الأرجوحة هذه إحدى الملاحظات اللي ينطوها للأطفال أثناء اللعب بساحة اللعب شي يقولون يقولون do not stand on the swing لا تقف على الأرجوحة أول شي الحرف الأول من الكلمة الأول خليها كبير هاي يجب أن ننتبه لها وبالأخير حطيت نقطة هذا تفيدني بسؤال التنقيض number two ثانيا كذلك منطيني جملة مباثرة both hold on with hands شون رتبها كذلك هذه ملاحظة من الملاحظات اللي ينطوها للتلاميذ أثناء اللعب بساحة اللعب شي يقولهم يقولهم hold on with both hands تمسكوا أو تشبثوا بكلتا يديكم فhold نلاحظا أن الحرف الأول من الكلمة الأولى خليها كبير وبالأخير خليت نقطة hold on with both hands تمسك بكلتا يديك number three ثالثا do fast not to go كذلك هذه الملاحظة do not go too fast لا تستدير بشكل سريع على الround about اللي هي الدوار كذلك خليت الحرف الأول من الكلمة الأولى كبير وبالأخير وضعت نقطة ننتبه لنذن الأمور لأن تفيدن بسؤالة تنقيض أما النقطة الرابعة one اللي هو رقم واحد balance on leg not do كذلك هنا أنا يطلب من عندي نارة الجملة يصير بهذه الصيغة do not balance on one leg لا تقف على رجل واحدة كذلك الحرف الأول من الكلمة الأولى خليتها كبير وبالأخير وضعت نقطة هذا مجرد نشاط يخلينا أتدرب أكثر على وضع الحرف الأول من الكلمة الأولى كبير وبالأخير أخلي نقطة وننتبه من الممكن أنه بالامتحان يجيب لي شهر يوضعه بالجملة فإذا جاب لي شهر الحرف الأول من الشهر يكون كبير أينما وجد في الجملة حتى لو وجدت بنصف الجملة هاي ننتبه لها بسؤال التنقيض ننتقل إلى النقطة الثالثة answer the questions أجب على الأسئلة التالية where are you from من أين أنت هذا السؤال جاوبناه بالدرس السابق وحفظناه باليونة الثاني من أين أنت شون أجاب على هذا السؤال أقول I am from Iraq أنا من العراق كذلك السؤال الثاني what language do you speak ما اللغة التي تتحدثها أقول I speak Arabic أنا أتحدث اللغة العربية سؤال الثالث what is the weather like in your country كيف يبدو الطقس في بلدك فمثلا أقول it is hot and dry in summer إنه حار وجاف في فصل الصيف هذه الأسئلة الثلاثة أسئلة شفوية مهمة جدا بالامتحان الشفو المتعلق بنصف السنة حاولوا تحفظوها لأننا تكررنا بالدرس السابق وهذا الدرس إذن هذه الأسئلة أسئلة شفوية جدا مهمة أما النقطة الرابعة فقبل ما نبدأ نحلها إذن أنا أقول لي وصل وصل هذه الصفات بها الكلمات المناسبة لها رح تكون لي عبارات هذه العبارات مهمة جدا أحاول أحفظها أكتبها بالدفتر لأننا ممكن أن تجينا بالامتحان التحريري يطلب من عندي أن نوصل الصفات بالكلمات المناسبة لهذه الصفات شلون يعني؟ خلنا أخذ الجملة الأولى كمثال delicious delicious معناها لذيذ شن الكلمة المناسبة لهذه الصفة؟ field حقل حقل لذيذ غير مناسبة village قرية قرية لذيذة كذلك غير مناسبة country بلد غير مناسبة food طعام delicious food طعام لذيذ نعم هاي أكثر كلمة مناسبة فأخلي رقم واحد أمام كلمة food إذن صارت أدي عبارة delicious food طعام لذيذ هاي العبارة أحفظها وكذلك مع العبارات البقية ظني ضروري جدا أن أحفظ ظني الصفات والكلمات المناسبة لها تكون لعبارات أذن العبارات من الممكن أن نجيب ليها بالامتحان في هاي الصيغة وصل الصفات بالكلمات المناسبة لها number two ثانيا dry dry معناها جاف أخذناها بدروس سابقة شن الكلمة المناسبة dry field حق الجاف غير مناسبة dry village قرية جافة كذلك غير مناسبة dry country بلد جاف غير مناسبة dry mountain جبل جاف غير مناسبة date palms اللي هو تمر النخيل كذلك غير مناسبة desert صحراء dry desert صحراء جافة نعم نحن نعرف أن الصحراء من صفاتها أنها dry جافة فأخلي رقم الصفة أمام كلمة desert number three ثالثا famous famous مشهور شن الكلمة المناسبة لها famous field حق المشهور غير مناسبة famous village قرية مشهورة كذلك غير مناسبة famous country بلد مشهور نعم هذا أكثر خيار مناسب فأخلي رقم ثلاثة أمام هاي الكلمة number four رابعا green أخضر شن الكلمة المناسبة green field حق الأخضر نعم هذا أكثر خيار مناسب فأخلي رقم أربعة أمام هاي الكلمة number five خامسا high عالي أو شاهق شن الكلمة المناسبة high village قرية عالية غير مناسبة mountain جبل عالي نعم هذا أكثر خيار مناسب فأخلي رقم خمسة اللي هو رقم الصفة أمام هاي الكلمة number six سادسا hot hot معناها حار hot village قرية حارة غير مناسبة hot date palms hot date palms تمور نخيل حارة نعم هاي أكثر كلمة مناسبة فنخلي رقم الصفة اللي هو رقم ستة أمام هاي الكلمة number seven سابعا long طويل شن الكلمة المناسبة لهاي الصفة long village قرية طويلة غير مناسبة long river نهر طويل نعم هذا أكثر خيار مناسب أخذناها بالدرس السابق فأخلي رقم سبعة أمام هاي الكلمة أما الكلمة الأخيرة فهي quiet quiet معناها هادئ شن الكلمة المناسبة لها quiet village قرية هادئة نعم هذا أكثر خيار مناسب فأخلي رقم الصفة اللي هو رقم ثمانية أمام هاي الكلمة هذا ما يخص هاي التمرين هاي التمرين جدا مهم بالامتحان التحريري أحاول أحفظن الصفات والكلمات المناسبة لها هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم أخذنا بمجموعة من الأمور المهمة من ضمن هاي التمرين وقلنا هاي العبارات مهمة بالأضافة إلى أظن الأسئلة الشفوية أسئلة شفوية جدا مهمة بالامتحان الشفوية المتعلق بنصف السنة بالأضافة إلى ذلك أخذنا مجموعة من الأسئلة الشفوية المهمة جدا بالامتحان الشفوي بكتاب الطالب وأخذنا محادثة ودربنا عليها وكذلك راجعنا لشهور السنة وحفظنا الأسئلة الشفوية المتعلقة بها ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو سفسارة أو وضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على حسابات الموجودة أمامكم على الشاشة